اهلا بحضراتكم وفي اخر فقراتنا النهاردة في المحترف ودايما يوم الخميس عندنا لقاء مميز جدا عن التحليل الفني لكن بطرق مختلفة شوية يعني بنتكلم على تاكتك بشكل مختلف بنتكلم على لعيب عالمي بنحلله بشكل اداء مختلف شوية ممكن الناس ما تكونش شايفاه وكان يعني ويظل معنا طبعا الناقض الرياضي والمحلل لأداء العالمي محمد الباز بينورنا دايما في المحترف محمد مساء الخير مساء الخير كابتن هاني بينورنا حضرتك هالند كل اندية العالم بتتنافس على الحصول على خدمات هالند في السيف المقبل بنتكلم على السيتي بنتكلم على ريال مدريب بنتكلم على الماني يونايتد بنتكلم يعني كل الاندية العالمية ووصل يمكن آخر ديل لحوالي 250 مليون يورو لهذا اللاعب ليه؟ أرقام كبيرة هالند الداهية هالند طبعا أقوى لاعب سترايكر رقم 9 في العالم من وجهة نظري مش بس بدنيا لا زكاء IQ عالي جدا سمارت في كل حاجة هنتكلم على التحركات على كل اللي بيعملوا من ناحية التاكتكس والستايل بتاعه في الفينيشنج في التمركزات في البوزيشنينج في كل حاجة عن هالند في البداية هنتكلمك بس عشان الناس كمان تتابع معنا أن نتكلم على نجم كبير زي هالند عمره 20 سنة يعني هو 21 سنة دلوقتي ولسه طبعا يعني 21 سنة بنتكلم على نجم علامي عنده 21 سنة وإحنا لسه هنا يا محمد بنقول 21 سنة يلعب فريق أول ولسه ما لعبش فريق أول فخلينا بس إحنا في هالند وقلنا ليه بهذه القيمة التسوقية العالية جدا هالند طيب عنها هالند بدأ يتوهج رقميا وفنيا طبعا مع بروسيا دورتموت من 2018-2019 يعني خاصة كان في كاس العالم للشباب في 2019 حصل على الجوندن بوت وكان لعب متقلق جدا بدأ ظهوره كان وقتا عنده 18-19 سنة أنه هو يوصل ويلمع والعالم كله يعرف بيه وقوته بعد كده طبعا بدأ يظهر بشكل كبير جدا مع بروسيا دورتمونت خصوصا في الموسم الماضي 2020-2021 حصل على أفضل لعب في البوندس ليجا وكان هداف الانشامبوندس ليجا اللي هي النسخة القابلة الأخيرة بعشر أهداف هالند رقميا متواهج جدا يعني بروسيا دورتمونت أحرز يعني لعب 82 مباراة أحرز 80 هدف يعني دايما 80 هدف؟ 80 هدف من 82 مباراة من 2018 حتى الآن نتكلم على الموسم الماضي كابتن هاني لعب 41 مباراة مع بروسيا دورتمونت أحرز 41 هدف الموسم الحالي 23 مباراة حتى الآن ب23 هدف يعني معدل كل مباراة هدف ده معدل رهيب معدل رهيب يعني حتى نتكلم على مثلا صعيد البوندس ليجا دائما بينافس روبرت ليفندسكي بشكل كبير روبرت ليفندسكي هو الهدف ولكنه دايما مركز الثاني أو الثالث دايما متواجد هالند بشكل كبير جدا رقميا موجود جوه البوكس معظم أهدافه 8 يعني نقدر نقول من 95-98% من أهدافه من جوه البوكس من جوه منطية الجزاء أحرز هدفين بس هذا الموسم من خارج منطية الجزاء الكوة الجسمانية والبدنية لهالند رغم كل دوت أحرز خمس أهداف بس بالرأس يعني رقم خطير ده كله بيثبت لك أدي إيه هو التحرقات والستايل بتاعه في التمركزات في ضرب الخصم وخط الظهر عند كل المدفعين خطر جدا عليك تتكلم وقبل ما نخش على التاكتك بس عايز كمان أقول لك وقول للناس إن اختيارات اللاعبين يا جماعة مش أي لعيب كويس نادي يغضو ده بيكون في معايير محددة على مستوى المدرب هو البخار على مستوى زي الترس كده زي ما بيقوله الحلقة المفقودة فأنا عايز أسألك المان سيتي عند مهتم جدا الماني ريال مادريد مهتم برشلونة مهتم باريس سان جرمان إيه النادي اللي ممكن تقول لأ هو دوت الهالند هيبقى فت فيه اللي هو الحلقة المفقودة هتكون في النادي ده نادي إيه؟ أكتر نادي هو هيكون مكمل ليه تاكتكيا هو المان سيتي من وجهة نظر ثم برشلونة لأن ريال مادريد مستبعد جدا نحن كلمنا على طريقة لعب ريال مادريد بوجود فينسوس وموجود كريم بن زيمة لا هم طريقتهم مختلفة تماما عن الستايل والتاكتكس اللي بيعملوا هالند في أرضيت الملعب التاكتكس كإنديفيدوال تاكتكس بتتماشى تماما مع طريقة بيب جورديولا مع المان سيتي أو مع برشلونة كالمشروع طبعا اللي ببني تشافي دلوقتي بوجود عناصر زي جافي زي بيدري كلهم 18 سنة و17 سنة وهو كمان 21 سنة فهو تاكتكيا بتحركاته اللي هنشرحها تتماشى أكتر مع المان سيتي وبرشلونة هو كده يكلف برشلونة كابتناني دلوقتي 135 مليون يورو كمت السكايمة 150 مليون يورو طبعا في شرط الجزائي 75 مليون يورو لبروسيا دورتموند تماما عدل 200 وشوية يعني 200 مليون التاكتكس هنشرح دلوقتي ليه هو أكتر نادي مناسب ليه ويقدر ان الفريق ده يستفيد من خدمات هالند هو المان سيتي أو برشلونة بتحركاته وبشغله في أرضية الملعب طيب نبدأ نبدأ احنا دايما هالند عندنا دلوقتي ده لاعب زكي جدا مش بس مهاري مش بس مسترايكر هداف بيسكور كله ماتش الزكاة عنده الايكيو الاسمارتي جدا كابتن هاني في التحركات في التحركات نقطة قوة هالند في التحركات بتاعته التحركات بيضرب بيها الخصم شكل كبير جدا ويعتمد على سرعته ان هو دهية زي ما سموه الدهية فعلا مكار نسمينه في أوروبا المكار فعلا المخادع للخط الدفاع عند اي خصم يعني دايما بنشوف هنا هو هالند موجود هنا بس كابتن هاني اللي بيلعبه الطريقة اللي بتلعب بها بروس الدورتمونت ان هو بيرمي الكورة اي لعب مع الكورة سواء كان نتكلم على هازرد نتكلم على طبعا ماركو رويس مع بروس الدورتمونت بيرموا الكورة في المساحات هو اللعب الوحيد اللي في العالم اللي بيخلق المساحة لنفسه يعني بتحرقاته بنفسه يعني بمعنى ان هو حنشوف مثلا المثال ده هو قبل ما يتحرك عارف ان الكورة اول ما هتيجي هنا هتتحط في المساحة بالظبط هم بيرمولوا في المساحة وده اعتمادا على سرعته دي نقطة القوة التانية اللي بيعتمد عليها هالند يعني بنشوف في المثال ده خط الدفاع هو طبعا يعني تلاتة او يعني تلاتة افلين عليه دايما في الصورة دي هتقول ان هو تقليلا بيلعبه تلاتة على واحد لكن تحركه السريع جدا والقونتكت اللي هم عارفين بالظبط ان الكورة هتروح في المساحة دي كمان مع الطايمينج عشان ما يروحش بدري ويكون موضوع الوف سايد يعني فالسبيد بتاعته بيقدر يزبطها مع الطايمينج عشان يضرب بتترمي الكورة في المساحة بيقدر ان هو يعني احنا نكمل الصورة التانية بتوضح الهدف جيه ازاي تحرك هولند دخل في العمك ودايما تحركاته في العمك زي ما قلنا دايما هو بيلعب بشورت باس وبيستقبل وبيستخدم الشورت باس بشكل كبير جدا نبدأ نتحرك في هذه المشهد الاولاني اتحرك يا كابتناني اتضرب الخصف راح في المساحة الفاضية دايما بيخلق المساحة لنفسه وتلعبت له يعني نقدر نقول من الاهداف من الاتنين وتمانين او المباراة تمانين هدف تمانين خمسة تمانين في المئة من اهدافه بالشكل ده بقيت الكورة دايما بتترمي في الفري سبيس هو اللي بيخلق الاسبيس دايما لنفسه بالشكل دوت بيبدأ ان هو يعدل نفسه ويخش ويحرز الهدف ده بالنسبة للهدف الاول طيب الهدف التكنيك التاني عند هالند في تحركاته هو اعتماده على سرعته الهدف ده مثالي جدا بيوضح لنا سرعة المهاجم دوت اللي هو احنا متكلم على سنتر فورود اصلا بيلعب سترايكر رقم تسعة بينزل سمارتي جدا في الترانزيشن في التحول ده بالسرعة ده اللاعب زميله هو اللي رماله الكرة في السبيس زي ما قولنا هو دايما هو دايما هنا جايب لنا المسافة المبين مبين خمسة متر خمسة متر ده كتير ده وراب خمسة متر يعني طبعا يعني هو وراب خمسة متر يعني مفترض ديه يعني نرجع نوف عند الصورة اللي فاتت نرجع تاني بس نقف هنا اي حد ده كابتناني ممكن يشوف الصورة ده خلاص الف بي ان المدافع هياخدها هو لاقرب المسافة ما بينهما حدرت قولت خمسة متر ومع ذلك اعتماد هالند على سرعته انه هو بدأ انه هو يكنترول الكرة ويسبق المدافع قريبا سابه باثنين متر واستحوز على الكرة وطبعا ترجمت لهدفه يعني انت بتتكلم الجزء الاولاني هو بيعتمد بسرعته اولا في ضرب خط الدفاع مع تفاهم واضح من خط النص وبالتالي بيروح في اقصر الطرق الجزء التاني عملية السرعة المفاجئة ما بينهما بين السردباج بيستغلها لكسر الريسنج زي ما بيقول السباق واحد واحد وهو عنده قدرة كبيرة جدا على الفوز بالريسنج بالزبط ودايما هلند يعني هنشوف حتى الجون التالت ده بيشرح لنا حتة تانية او حتة تلتة زيادة في التاكتك بتاعه في تحركاته دايما هلند في وسط المدافعين سواء كان تكتل الدفاع سواء كان كومباكت او تلاتة او زيادة عددية عليه دايما هكابتن هاني معروف عن هلند ان هو بالايكيو الزكاء اللي عنده بيبص للمدافعين وبيخدعهم يعني دايما بيانزل بيتحرك بيعمل الزيجزاج بيسموها ان او تران بتلاقيه داخل يمين خرج شمال ما بيعرفوش يسيطروا عليه هو لعيب بيتحرك في مساحات كمان يعني مش لعيب سبرينوتر اللي قدام بس لا ده كمان ممكن يتحرك عردي بشكل كويس على اساس يهرب بجزء كبير من الرقابة يعني بالضبط ده في المشهد اللي احنا شايفينه ولعب الكرة تلعبت له خلاص دخل في وسط اللي قد بدأت اتجه للمرمى حق نفسه في وجهة المرمى طبعا احرص هدف الموفمينت من غير كرة او اوفبول موفمينت زي ما بيسموها التحركات من غير كرة دي مهارة مش بتعتمد بس على القوة البدنية او الجسمانية لا تعتمد على الفكر ده معروف عن هلن بيربط الفكر العقل اللي بيسموها المنتل سكيلز العقل عنده والتفكير عنده مع مهارته طبعا الكروي هنا طبعا انا بتكلم على ضرب تقريبا الخط الضهر كله وخلينا اتكلم على نقطة مهمة كمان يا محمد ان ممكن اعمل انا كل دو تواجه على موضوع الفينيش وضايع الكورة فكمان هلن اعتقد نسبة الفينيش متاعه وصلت لأكتر من 90% ايجابية بلاس يعني لو راح على المرمى عشر مرات هجيب تسعة تجوال وده رقم كبير جدا والدليل هو في كل مباراة بيسكور ده معنى ان نسبة الاكس جي عنده الاكسبيكتد جولز عنده عالية جدا بمعدل الاهداف والفينيشنج عنده عالي جدا ده من الستايل بتاع اللعبه مع الكراكتر بتاعه زي ما احنا شرحنا اهم ما يميز هلن احنا ليه قلنا ان طريقة هلن بالتحركات ده تتماشى اكتر مع مان سيتي لان مان سيتي دايما بيعتمد على الديناميكية اللي بتحصل لما بينزل رودري او بينزل مثلا دي بروين ان هو ايه في البلد اوب ونبدأ يحرك الولا ما بيحبش اول الرأس حربة صريح يعني هو دوت يعتبر رأس حربة صريح ده تسعة صحيح ولكن زي ما احنا شوفنا مش متواجد في البوكس وبيخلق نفس فتحركاته السريعة بزكاءه بمقره داهية مسامينه كده مش لوكاكو يعني مش لوكاكو مش ثابت واقف نستني الكرة ولكن انت حتلاقيه حتلاقيه في الستة كمان في الوقت تايم هتلاقيه والتحركات اللي بعملها دي كلها تتماشى طبعا مع الفكر بتاع بيب جورديولا مع تحركاته طبعا مع الكنسلو مع ناحية الشمال زي ما شرحنا قبل كده مع جريليش التحركات الموب منج اللي بيحصل ما بينهم هو حيكون مساعد بالنسبة له من هو مش بس بيخلق الاسبيس لنفسه زي ما شوفنا ده ممكن يخلق الاسبيس لزميله زي ما شوفنا دي بروين والعكس ممكن يعمل دوتو هايل مع دي بروين لان دي بروين كمان عنده رؤية حلوة قوي ودي بروين دايما بيحب يلعب الكرة سريعة يعني هو أول ما ياخد ويلمح ممكن تكون هل تعتقد هو ده السبب أن السيتي هي للأكتر نادي للوقت مش أكتر نادي بمتم لكن العرض للأكتر يعني نظم يمكلم في 250 مليون يورو عقد لهالند شايف أن جورديولا شايف أن فعلا هتكتمل الصورة بشكل كامل بوجود هالند في منظومة الهجوم بالنسبة للسيتي بكل تأكيد وده بيب جورديولا ما بيبص ده عنده فيجين حتى للنادي حتى لو ما كملش فهو هالند هيخدم على التاكتكس أو طريق لعبهم اللي خلاص شربوها وحفظوها من فلسفة بيب جورديولا لأعوام قادمة طبعا هو عبا مكمل كبير جدا بساعة فيه تحقيق الشامبينز ليج الميسنج دلوقت البطولة اللي لسه بيستنها بيب جورديولا معنا برضو شوية فيديوهات أهداف هنعرضها بتحركاته بقى بشكل لايف وهو بيتحرك ازاي بيدرب الخصم ازاي يعني احنا بص كابتن هاني يعني لو نقدر نحنا نقف ونشوف دي كمان صورة بتبين قدير انه هو بيجري من وراء المدافع مش من قدامه يعني هو بيجري بسرعاته وزي ما بقولك ومهم جدا محمد انه هو سهل قوي في الفينيش يعني ما عندهوش صعوبة في انهاء الهجمة يعني بص كابتن هاني دايمند ليه ضرب 3 اربعة في الخصم احنا ارقامه ممكن ما يكونش بتنافس ليفاندوسكي على سبيل مثال او مثلا بتكلم في هاريكين يعني تحركاته تحركاته وبعدين تحس الموضوع سهل بالنسباله يعني مش تانش ان هو بيلعب ليه سهل لانه بيستخدم زي ما هم عملوا تحليل الكراكتر بتاعك بتاعة كابتن هاني الاي كيو بقولك اي كيو عنده سمارت جدا بيقدر انه هو يخدع المدافعين يعني مجرد انشغالهم بس بالكورة بتلاقيه تواجد حتى في الاسست هو عامل خمس اسست طبعا عامل خمس اسست الموسم الحالي بيقدر ان هو ايضا يساعد زميله في تحييل هدف ده اسست ده شكل من الاسست اللي هو دمي بيعمله دمي بيقوله ان هو حنين على الكورة يعني ده المصطلح اللي قاله عليه في الفينيشين خلي بالك تركيز بعض الناس بتقول ان اللعب طويل اوي ما بيكونش مهاري لكن طبعا ده بوزيشن وتوقع اكتر من رائع في كورة زي دية وزي ما بقولك هو تحس انه ما بيعملش مجهود هو دايما موجود في المكان الصح في الوقت الصح بزبط البوزيشنينج الفينيشينج عنده عالي جدا وهم احداتك قلت دلوقتي اللاب بوكس هو 192 سنتي وعلى الرغم من ذلك الرقم الخطير اللي قلناه خمس اهداف فقط بالرأس في هذا الموسم تخيل من 23 هدف خمس اهداف نسبة مش كبيرة وده بيثبت لك انه كل اهدافه بتحرقاته بيدرب الخصم من وراء الخصم بيتحرك في العمق بشكل كبير جدا بيفتح لنفسه ويخلق نفسه لسبيس او لزميله وبيفنش بشكل رائع جدا هو ده ما يميز هلند اعتقد النادي التاني اللي يقدر ان هو يستفيد كتكنيكيا او تاكتكيا من خدمات هلند هو برشلونة بعد المان سيتي اما باريس سنجامام اعتقدش ان هو الفريق مكامل وباما يانجي شايف ان هو بيقوم بدور كويس اوي مع تشافي انه منذ انتقاله من ارسنال اللي برشلونة بيقدم مباراة اكتر من رائعة بيحرز هدفين في الريال اوباما يانجي كمان بيقدي بشكل كويس لكن اكيد اضافة هلند لو كان هناك بس اعتقد الشخصي الفلوس ستبقى كتير فهو اقرب نادي قد يكون المان سيتي ثم باريس سنجاماله هو بيبص من ناحية الماديات اكتر فريقين في العالم دلوقتي يقدروا ان هم يدفعوا او يعني يخلصوا الصفقة دي على الرغم من احتياج المان يونايتد بشدة وبقوة لخدمات مثل هلند بس طبعا للأسف مش هيقدر ان هو يعني يخش في المفاوضات مع الارقام الكبيرة لهذا صحيح طب انا قبل ما اختم معاك فيه نقطة تكلمت فيها الاي كيو يعني دايما منتكلم على وعايز ارجع ونقارن شوية ما بين الصفقة اللي عندها المصرية بتدور عليها معاييرها مختلفة شوية صحيح المعايير والقياسات اللي بيقيسوا بيها برا ايه انت قلتلي الاي كيو هل ده من الاختبارات بيبقى فيه اي كيو تاست لللعيب بيخش فيه ويعرف المدير الفني او السبورت دايريكتور بيعرف هل ده مناسب لفرقتي ولا لا هل على المستوى التكتيك ازا منتكلم المدير الفني يعني مش كل لعب كويس ينفع في نادي كويس صحيح احنا هناك في اوروبا في تحليل الصفقة او اللاعب اللي يقدر ان هو يخدم على فريق معين ما بيبصوش بس رقميا او مثلا هو جاب جون الماتش اللي فات او ساعد فريقه في بطولة بقول لي بيعملوها ازاي اهما حاجة عندهم او بيدرسوا او اربع خمس محاور اساسية منهم مش بس الارقام وتحركات والتكتيك دوت لا الكاركتر الكاركتر هل ده اصلا بعقليته بالاي كيو بتاعه بزكاء ويقدر يخدم على طريقة اللاعب بتاعة الكوتش الموجود يعني محمد صلاح لما جابوه في ليفربول لا كانت فيه دراسة لازم حضرتك قلت فيه فيديو اناليس او فيه تحليل الارقام بيشوفه هالده يتماشى مع فريق او لا لا زي دياز لما جابوه في اخر صفقة لويز دياز مع كلوب مع ليفربول نفس الكلام وحتلاقي حضرتك دائما ارقامهم مش كبيرة في البداية 30 40 مليون يوروف او بعد كده صحيح السوقية بتزيد مع الحضور اول حاجة بيحللوها هل يتماشى مع طريقة لعب المدرب ولا لا هل يتماشى مع الكالشر بتاعة النادي ده مهم جدا طبعا يعني طبيعة النادي وكالشر النادي وصفقة النادي منتالة النادي هل يستطيع بالبرسوناليتي بتاعته وشخصيته وهل يتواقم صحيح وده المشكلة اللي بنشوفها في اكبر اندياء سواء عندنا حتى في النادي الاهلي ودائما بندعو ان احنا ناخد بالن لان في لعيبة ممكن تتوهج مع اندية اخرى وتأتي عند النادي الاهلي دائما النادي الاهلي بيختار شخصية النادي الاهلي بالضبط فلازم يتماشى مع شخصية النادي الاهلي بعرفت بتلعب في فريق بطولات انت بتتحطي تحت الضغوطات كبيرة جدا فتحليل الشخصية التالت بقى انت بتكلمت نقطة اين نقطة التالتة النقطة التالتة زي ما قلنا احنا نتكلم على الكراكتر نتكلم على بتماشى مع طريقة لعب المدرب ده رقم 3 المنتاليتي والفكر والثقافة بتاعت النادي يتعايش ازاي مع الاجهزة وزميله ويتعامل ازاي رقم 4 زي ما قلت الشخصية اللي بتودي هل ده بيقدر يكمل معي على اللونج رن ولا على الشورت رن دي بتتحسب بمعنى على السن بقى السن ترجع للسن وولد عنده 21 غير ما يكون عنده 31 صحيح هنا بقواه شوية رقميا بيستخدم بعض المعايير الرقمية اللي هي تقدر تخدم هل اللاعب ده لو انا عامل هايرنج او يقدر ان انا يعني اخلص صفقة معايا واشتريه في الوقت الحالي هل حيفدني لمدة سنة سلاتين ولا هل حد يمتد معايا هل انه هو لو جه مدرب يعني كل ده بتحط في الاعتبارات لو تم تغيير المدرب وبدأ المدرب ده يستخدم طرق مختلفة هل المدرب الجديد برضو لما بيجي بيتم تحليل ليه شخصية ما يفردش طريقة لعبه معينة وخلاص بيبقى كمال بيبقى اسد للنادي بيبقى ده عامل مهم جدا للنادي وزي ما انت قلت يعني هلند لعب صغير لسه عنده 21 سنة اعتقد كمان من خلال انتقال والاقرب هيكون المان سيتي شايف مستقبله ازاي خلال الخمس سنين اللي جاي صحيح انا هجوا بحضرتك السؤال ده بس هزي ارجع لاخر نقطة في التحليل لصفقات المالتي تاسكنج المالتي تاسكنج ده مصطلح بنشوفه في البزنس كتير ولكن فكورة دلوقتي بقى موجود يعني المالتي تاسكنج اللي بنرجع اللاعب ده يقدر يديني في اكتر من بوزيشن يعني زي ما شفنا دلوقتي كانسله كان بيلعب اصلا هاف يمين او بيلعب باك يمين دلوقتي بيب جورديولا خلق منه ان هو يلعب باك شمال ومن اقوى باك شمال في العالم وبيساعد في الاهداف اللاعب ده عنده المرونة التكتيكية او المرونة ان هو يقدر يلعب في اكتر من بوزيشن ده مهم نرجع لسؤال حضرتك مستقبل هالند في الخمس سنين القادمة طبعا هنشوف البالوندور هنشوفه موجود في الجوائز الفردية بشكل كبير جدا لانه هو لاعب انا اعتقد ان حيفرض على التحليل الرقمي في العالم ان تحركاته بزكاءه ده هنتابع دمعك محمد يعني احنا طبعا بنسعد بوجودك معنا بتتكلم بر الصندوق وبتجيب يعني ارقام مميزة جدا بنشكرك شكرا جزيلا شكرا لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله نادي الاهلي في المبار café يا رب ان شاء الله كل التوفيق ليك وشكرا جزيلا لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبين رمضان كريم علينا كلنا ان شاء الله باذن الله حتاقب حضرتكم يوم الثلاث في رمضان والاهل في رمضان حاجة مختلفة تماما ودايما رمضان ليه نكعة حلوة وكلنا بنحب رمضان ويا رب دايما شهر الخير والسعادة علينا كلنا على مصرنا الحبيبة كل سنة وحضرتك طيبين واللقاء معكم إن شاء الله يوم الثلاثة اللي جاي والأهل في رمضان إلى اللقاء